الوظائف الإدارية الوظائف الإدارية هي وظائف في أي نوع من أنواع الإدارات وإن كان يعني يتم تصنيفها من مرقع إلى آخر وفق لفلسفة رؤية المؤلف نفسه في هذا الكتاب المقررات سيتم الإشارة إلى خمس وظائف أساسية وظيفة التخطيط ووظيفة التنظيم ووظيفة التوجيه ووظيفة الرقابة والتقويم بالإضافة إلى وظيفة اتخاذ القرارات هنا في أول وظيفة من هذا الوظائف سنشير إلى هذه الوظائف بشكل سريع أول وظيفة إذن من وظائف الإدارة هي وظيفة التخطيط وتعبر وظيفة التخطيط عن توقع الأحداث المستقبلية ووظيفة التخطيط تسبق كل الوظائف الإدارية كما سلفنا والتخطيط تهتم بتحديد أهداف المؤسسة وتحديد الوسائل اللازمة لإنجازها من موارد بشرية ومالية ووقت وتشمل عمل التخطيط على الأهداف والسياسات والتنبؤات والميزانيات والإقراءات والبرامج الزمنية. الوظيفة الثانية وظيفة التنظيم. التنظيم هو عكس الفوضى وتأتي وظيفة التنظيم مباشرة بعد وظيفة التخطيط. بعد الانتهام من وضع الخطة العامة يتم تنظيم الموارد لتنفيذ تلك الخطة. فعن طريق التنظيم يتم تنسيق الجهود والموارد المتاحة لتحقيق أهداف الخطة العامة. وتشمل عملية التنظيم تصميم الهيكل التنظيمي وتحديد المسؤوليات والعلاقات بين الأقسام والموظفين وتفويض السلطة ونمط السلطة سواء كان مركز أو لا مركزي. والوصف الوظيفي وتشكيل الليجان والمجالس المختلفة. الوظيفة الثالثة هي وظيفة التوقيه. في وظيفة التوقيه يقصد بوظيفة التوقيه بأنها عملية التأثير على المرؤوسين لتحقيق الأهداف المرجوة. فالتخطيط والتنظيم كعملية إدارية أو كوظيفة إدارية لا يؤديان إلى إنجاز العمل. لاحظوا بأن الوظيفة الأولى والثانية ما لهاش علاقة بإنجاز العمل. وإنما الأولى تضع الخطة والثانية تنظم وترتب وتعيد لعملية التنفيذ. إذن الوظيفة الثالثة لها علاقة بالتأثير على المرؤوسين. إذ لم يتم القيام بتوجيه العاملين وتشمل عملية توجيه القيادة والإتصال والتحفيز والتشجيع وإصدار التعليمات للمرؤوسين لإنجاز الأعمال. الوظيفة الرابعة سنتحدث عن الرقابة والتقويم وفيها يتم التأكد من أن العمل يسير وفق ما خطط له وترتبط بالوظائف الأخرى فتعطي معلومات عن مدى فعالية عملية التقطيط والعوامل التنظيمية. والرقابة والتقويم تقول إلى أي مدى حققنا الأهداف يعني. وفي الرقابة والتقويم يتم وضع المعايير وقياس الأداء وتشخيص المشكلات وعلاجها وتحديد المعلومات المطلوبة لضبط الأداء ومراقبته. الوظيفة الخامسة عملية صنع واتخاذ القرارات وتعتبر جوهر العملية الإدارية برمتها ومعظم العمليات والأنشطة الإدارية تتضمن هذه العملية. باختصار أن عملية اتخاذ القرار هي اختيار بين بدائل يعني. وفق معايير وأسس معينة. هذا بشكل سريع الإشارة إلى الوظائف الإدارية وهنا مخطط أو شكل يبين الوظائف الإدارية الأساسية في الإدارة وظيفة التخطيط. الثاني وظيفة التنظيم. الوظيفة الثالثة توقيه والوظيفة الرابعة رقابة والتقويم. ولاحظوا أن عملية اتخاذ القرارة أو وظيفة اتخاذ القرار그� يعني لها علاقة بالوظائف الأربع بمعنى أنه في وظيفة التخطيط يتم اتخاذ القرارات وفي وظيفة التنظيم برضو يتم اتخاذ القرارات وفي وظيفة التوجيه يتم اتخاذ القرارات وكذلك في الرقابة والتقويم بمعنى أنه عملية أو وظيفة اتخاذ القرار لها علاقة بالوظائف الهدارية الأساسية كلها